استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبدالله حيث اطلع الرئيس السيسي على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطية النقدي من العملات الأجنبية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الانتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة